موسيقى الامتحان الموحد الإقليمي دورت يونيو 2021 مادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي نندز القسم الأول قسم التزكية ألف القرآن الكريم السؤال الأول أكتب من قوله تعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك إلى قوله تعالى فجعله من الصالحين إذن جواب السؤال الأول من قسم التزكية القرآن الكريم أعود بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبدأ بالعراء وهو مدموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله مولانا العظيم إذن نمر إلى السؤال الرقم اثنان اشرح مكذوم بالعراء إذن نطلبوا منا باش نشرحوا جوج ديال الكلمات عندنا مكذوم وكذلك بالعراء إذن جواب السؤال الرقم اثنان أشرح الكلمتين إذن الكلمة الأولى عندنا مكذوم فهي بمعنى مغموم وحزين الكلمة الثانية بالعراء فهي بمعنى الأرض الخالية المهلكة نمر إلى السؤال الرقم ثلاثة بيّن الحكم التجويدي في كلمة بالعراء إذن نطلبوا منا باش نعطيه الحكم التجويدي ديال الكلمة بالعراء إذن جواب السؤال الرقم ثلاثة بيّن الحكم التجويدي في كلمة بالعراء إذن القاعدة هنا هي مد متصل إذن ننتقل إلى السؤال الرقم أربعة بماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات إذن عدنا ثلاثة الخيارات ألف بالحكمة باء بالصبر جيم بالصلاة إذن جواب السؤال الرقم أربعة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بالصبر إذن نمر إلى السؤال الرقم خمسة من هو صاحب الحوت إذن جواب السؤال الرقم خمسة صاحب الحوت هو يونس عليه السلام إذن نمر إلى السؤال الرقم ستة أقرأ النص جيداً وأيجيب عن الأسئلة أسفلها من خلال استثمار مكتسباتك استقل عالم معروف سيارة أجرة للذهاب إلى أحد المساجد حيث كان سيلقي درساً بين العشاءين حول فضل صلاة القيام في رمضان فطلب بإلحاح من السائق أن يسرع ليصل به قبل إقامة الصلاة لكن السائق قال سنسل مات شاء الله ثم سلك طريقاً شعبياً لا يسع إلا سيارة واحدة وإذا به يتوقف ويخرج من السيارة مسرعاً ويشل حركة السير فاغتاد العالم وصاح معاتباً بشدة لذلك الرجل بعدما عاد فقال له الرجل والله إني صائم وذهبت لأطلب شربة ماء أعجل بها الإفطار باء العقيدة السؤال الأول قال الله تعالى في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر السؤال ألف ما هي المخلوقات المذكورة في هذه الآيات الكريمة جواب السؤال جيم المخلوقات المذكورة في هذه الآيات الكريمة هي الإبل السماء والجبال والأرض السؤال باء إلى ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة ولماذا إذن جواب السؤال باء يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة إلى النظر في المخلوقات والتفكر فيه لأن المعرفة الخالقة والتفكر عبادة تزيدني معرفة بربي وتعظيما لها إذن نمر إلى السؤال رقم اثنان ما رأيك في السائق عندما سلك طريقا ضيقا وقال سنصل متى شاء الله إذن جواب السؤال رقم اثنان صدق بالقضاء والقدر ولكن لم يأخذ بالأسباب ويسلك طريقا واسعا ليوصل العالم في الوقت المطلوب إذن نمر إلى السؤال رقم ثلاثة أصل كل مرتبة من مراتب الدين بما يناسبها إذن عندنا المراتب دير الدين ليهما ثلاثة وعندنا التعارف ديرهم إذن عندنا المراتب دير الدين عندنا الإسلام والإيمان والإحسان وبالنسبة للتعارف عندنا التعارف الأول هو التصديق اليقيني بوجود الله وملائكته التعارف الثاني الإخلاص في العبادة لله وأداؤها بإتقال والتعارف الثالث الشهادتان الصلاة الزكاة صيام رمضان الحج إذن مطلوب مننا الربط كل مرتبة من مراتب الدين والتعارف ديلها المناسب إذن جواب السؤال الثلاثة أصل كل مرتبة من مراتب الدين بما يناسبها إذن بالنسبة للإسلام قد يربطه مع الشهادتان الصلاة الزكاة صيام رمضان والحج بالنسبة للإيمان قد يربطه هو التصديق اليقيني بوجود الله وملائكته أما الإحسان فقد يربطه مع الإخلاص في العبادة لله وأداؤها بإتقان اشتركوا في القناة